اشتركوا في القناة على الشوارد على حد قول التلميذ يعني اسألناهم قالوا ان التمرين الاول كان تمرين سهل وبسيط جدا التمرين الثاني ايضا ليس بتلك الصعوبة يتكلم على الكهرباء التكهرب اذا كما تشاهدون هذا هو التمرين الثاني في انتظار الحلول النموذجية ان شاء الله هذا التمرين الثاني والتمرين الثالث اللي هي وضية الادماجية اللي هي على الميكانيك يعني على حركات وعلى الميكانيك بعد ما اصبح الدلو على ارتفاع معين مسلح المات توقف الفلاح عن سحبه للحظة اذكر القوى المؤثرة على الدلو في هذه اللحظة دعي من اجابتك برمز القوى ثم امثلها باستعمال رسم فجأة انقلب الحبل من يد الفلاح وسقط الدلو وبقي طافيا فوق سالهنماء فسر سبب طفو الدلو برر استعمال الالات البسيطة في حياتنا اليومية يعني تبرير الالات الاستعمال البسيطة يكون من الشيء اللي يقدر التلميذ يجاوب عليه يعني من الفهم انتاعه من اجتهاده الشخصي قال مثلا استعمال الالات البسيطة لانها غير مكلفة في الثمن هذا مثلا مثال استعمال الالات البسيطة لانها متاحة وغير مكلفة كما قلت لانها تختصر الوقت مثلا تختصر الوقت والجهد وإلى غير ذلك نتمنوا التوفيق والنجاح لكل التلميذ ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وان شاء الله الامتحانات الأخرى تكون أيضا سهلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته